كثيرة هي الأشياء والمواد التي نستخدمها من حولنا وكثيرا ما يخلط بين مفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير على الرغم من أنهما مفهومان مختلفان فإعادة الاستخدام بالمعنى الأكثر عمومية تشير إلى تمديد حياة المنتج أما إعادة التدوير تشير إلى تحول مادة أولية لازمة من منتج إلى منتج آخر فن تدوير الأشياء أو إعادة تصنيعها هو فن رائع وإبداع يساعدنا في استغرال الكثير من الأشياء التي قد تكون مهملة ولكن إذا استخدمناها وأعدنا تدويرها سيكون لها استفادة جديدة لذا لنتعرف بسيدتي على بعض من تلك الاستخدامات أمور كثير نستخدمها وبعد الانتهاء منها نتخلص منها لكن لم يخطر في بالنا يوما إعادة تدويرها وإمكانية استخدامها بشكل آخر دعوني أرحب بضيه في الستوديو بطارق سنقورا صاحب مشروع Product Care ويسأل لي مساك طارق بداية يعني مشروع جدا جميل Product Care خلي أجي أول شيء على الاسم من وين جت قصة الاسم هذا؟ والله جت قصة الاسم بكل اختصار دائما نسمع Product Care أشياء تجميلية وماذا رأيه قلنا أوكي خلينا نغير مفهوم الأشياء التجميلية بمنتجات صناعية تكون جميلة فطلع هذا الاسم Product Care يعني We Care نهتم بالمنتجات اللي احنا هنطلع الى المملكة طيب هذا بنسبة الاسم طيب خلينا نجي شوية على مشروعك عبارة عن إيه أوكي أول شيء أنا تخصي هندسة مكنيكية يعني ما يدخل في مجال هذا لكن من يوم أنا صغير شغل فيه في مجال إعادة التدوير وتصميم منتجات صناعية ولد من وين أنا صغير وماذا موجود؟ طيب من يوم ما أنت صغير يعني معناته يمكن فيه قصة أو في شيء أنت سويت وحسنت أنك أنت تقدر تقدر يعني تكمل في هذا الشيء طيب وش القصة؟ القصة أبوي و أمي الله أحفظهم جابوا لي لعبة الليقو معروفة عطوني كده قطع ورموها عندي وقلوا لي يلا عندك يوم كامل طلع منتج وفعلا قاعدت يوم كامل أتعبث فيها لين طلعت منتج اللي هي كان عندي صورة فحبت أساوي فريم للصورة فأساوي فريم وحطت فيها صورتي وكانت هذا أول منتج يعني طلعت من أيام صغيري وبدأت على هذا المشوار يعني طيب خلينا نبدأ على هذا المشوار أنت كم بالضبط لك بدأت تعمل تدوير للأشياء تدوير كأنك ترجع تستفيد من الأشياء لكن بطريقة أخرى فعلا أنا بدأت تقريبا من بداية 2016 حبينا ننشر مفهوم التصميم المنتجات الصناعية عندنا في السعودية لأن الصناعة هنا عندنا شوية مائة يعني أماها ما هي موجودة قليلة فالتصميم المنتجات الصناعية مهم جدا لخلق منتجات مبتكرة وبسيطة للمستخدمين فبدأنا بمنتجات رمضان اللي هي تواصل الكتب يعني كانت جدا بسيطة بس ألواح خشب شفناها برمية قلنا أوكي خلنا نقصها ونعمل منها أشكال فسونا لتصميم هذا البسيط اللي هي فاصل للكتاب وصلنا نوزعها للناس يعني ترجع تستهلكون الأشياء وترجع تستفيدون منها فعلا يا طيب هذا حلو لكن بعض المرات الشيء الغريب اللي فعلا أنت ترجع تفكر فيه إعادة تدوير شيء وتقدر تستفيد منه تماما وتغير مثلا تخصص هذا الشيء زي مثلا حين اللمبات يعني قطعة اسمنتية يعني كأنك رجعت ثاني مرة تشرح لي عليها كيف رجعت دخلت فيها الأنوار وكمان ضفت لها بعض اللمسات حلو الاسمنت زي ما نعرف منتشر في كل مكان في كل مكان يعني حتى في كل حارة موجود في اسمنت فجاء لي الفضو صراحة أنه ليش الاسمنت هذا اللي الرمى ما نستفيد منه فعملت بحث بسيط يعني كيف ممكن نستفيد من الاسمنت وشفت شغفي أنا في الإنارة أكثر شيء فقلت أوكي خلني أعمل علاقة بين الاسمنت والإضاءة بطريقة معينة درست الموضوع مدة تقريبا ثلاثة الشهور عملت قوالب خاصة فيني وبدأت أنتج من مادة الاسمنت فزي ما أنتم شايفين صوينا خليط بين الكهرباء والاسمنت والأرض يعني نستفيد من هذه الأشياء يعني جمعت أكثر من شأن نحن نقدر نستفيد من الأشياء بسطة بس يتهيأ لي ما أقول الأشياء الصعوبات اللي واجهتك لا على ستادي ثاني كيف ممكن أن أنت برمجت نفسك أنك تنظر للأشياء هذه وتوظفها وتخرجها بهذا الشكل فعلا هو الهدف الأساسي لازم يكون فيه شغف في البنية عدم وبناخير يعني هي من الله تجي خلق يكون فكر متجدد أكزاك فكر متجدد ولعله كمان العام الأساسي في الابتكارات هذه التغذية البصرية لازم كل يوم نشوف المنتجات اللي حولنا سواء منتجات بسيطة أو كل المنتجات لازم تشوفها وتركز فيها تشوف كيف تصنعت ليش من هذه المادة ليش معنا مثلا خلنا يساوي من مادة تانية ونطلع يعني إذا قدرت تبرمج عقلك بهالطريقة ممكن تطلع منتجات طيب هذا على الفرد بس بعض المرات إيش نقص بعض الأسر والأفراد أنهم يهتمون بإعادة التدوير يعني ما يكون مثلا مستهلكين بالمعنى الأصاح يعني ممكن إذا شافوا مثلا يبدأون ينمون هذا الشيء في أطفالهم مثلا ممكن هذا الشيء يستفيدون من مائك أصلا هذا الشيء مهم جدا أنه يتنمى في الطفل لأنه فعلا زي ما تقول الحاجة أم الاختراع بالضبط يعني ممكن مثلا تشوفي إيش حاجة الطفل في اللحظة هذه تقولوا أوكي يلا خلنا نلاقي حل سواه ممكن يكون الحل منتج معين عارف كمان طارقيا حتى إعادة التدوير والتصنع يمكن في أطفال ممكن يعانون من ظروف معينة ممكن حرمان وفين يقدرون يصنعون أشياء ويستفيدون منها فعلا والله فعلا صحيح طيب عبر السناب شات تطبيق السناب شات ما فكرت مثلا تعطيهم أفكار معينة تساعدهم ممكن أنتوا كمان دوركم يعني نحن لازم نستفيد من الوسائل التكنولوجية ممكن تعطي أفكار وتنمي فكرة شخص معين فعلا فعلا الحمد لله عندنا حساب سناب شات كل يوم بشكل يومي أو تقريبا كل يومين نعرض منتجات دي اي واي اللي هو دوتورسلف إنك تقدر تسويها بالخطوات فالحمد لله عليها إقبال جدا كبير اللهم ملك الحمد في ناس استفادت منها وبدت تطلع منتجات المنتجات اللي احنا عرضناها فهذا شيء مبشر بالخير جدا طيب طارق أشهر منتج اللي حتاملو ريسايكل الحين حسنا الحديد الحديد والنحاس طيب أش هتطلع منه الحين الآن ممكن يطلع مبخرة صراحة أنا قاعد أفكر في مبخرة بس أنه يكون ما هي مبخرة بس يكون مبخرة وشي ثاني ملتي فونكشن حلو إن شاء الله خلال أسبوعين يمكن تشوفونا إن شاء الله طيب خطط المستقبلية خطط المستقبلية أن نصير رواد مو أنا كشخص وإنما ككلنا كالدولة نصير رواد في مجال التصميم المنتجات الصناعية سواء ابتكارات أو منتجات صناعية أخرى وحب أعرض عليكم كمان اللعبة هذي ما رأيك بها هذه فكرتها جدا بسيطة فضفضلي اللي هي إذا كنت مثلا صرحان أو أنك متوتر زي ما أنا متوتر الحين تقع تلفها بهذه الطريقة جدا سهلة والحمد الله يلقض حتى إقبال كلهم متوترين طبعا أكيد كل شكر لك طارق سنقولة صاحب مشروع برودكت كير وكل التوفيق أكيد لك والله يسعدك شكرا ما قصرت والله عزي المشاهدين فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته في سيدتي بعد الفاصل في فقرات مجلة سيدتي لهذا الأسبوع الجمعيات المالية داخل العائلة والأصدقاء الحل الأسرع للحصول على المبالغ مالية كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر